خلينا أقول أحبائي من ناحية تاريخية فيه عداء شديد جدا بين اليهود وبين السامريين وابتدأ سنة 722 قبل الميلاد عندما جاء الأشوريون واحتلوا أصباط إسرائيل العشر يعني المنطقة الشمالية وأخذوهم إلى السبي ما يسمى السبي الأشوري وأحضروا شعوب أخرى وسكنوا في منطقة نابلس اللي هي اليوم نابلس المنطقة طبعا كلها منطقة الأصباط العشر المناطق الشمالية للأراضي المقدسة عندما راجع اليهود من السبي البابلي فطبعا كان بالنسبة لهم يعني الكهنة اللي تزوج أي امرأة غريبة كان يعزل من الكهنوت وكان فيه عملية تطهير وهن ابتدأ العداء هذا العداء لأنه بكل بساطة السامريين هم أنصاف اليهود يعني جاءوا من خلفية يهودية ولكن عندهم مشكلتين المشكلة الأولى أنهم تزاوجوا مع شعوب أخرى واختلطت دماءهم وهذا بالنسبة لليهود كانت خطية غير مغتفرة والمشكلة الثانية أنه السامريين أدخلوا تعليم أخرى لكتابهم فالسامريين كانوا يؤمنوا بالطورة الطورة اللي هي خمس أصفار موسى وطبعا مع تقاليدهم فازداد العداء ولسيما في فترة ما بين العهدين في عصر المكابيين عندما ذهبوا إلى جبل جرزيم اللي هو مكان المعبد معبد السامريين وهدموا هذا الهيكل وطبعا بين مد وجزر أحيانا يهود بيقتلوا سامريين أو سامريين بيقتلوا يهود وهذا استمر حتى في مذبحة كانت في قيصرية وبعد فترة لما بيلاطوس ذبح السامريين اللي أدت إلى فصل بيلاطوس في سنة 36 ميلادي وعزل من منصبه ولكن حتى الطرق كانوا بيعتبروها ممكن يتنجس لكن مكتوب عن يسوع المسيح أنه ذهب كان لابد له أن يجتاز السامرة مع أنه في طرق تانية لأي ربا يهود ممكن يعبر فيها ولكن كان عنده مخطط لأنه المسيح حارب التمييز والعنصرية في تلك الأيام وعلى فكرة يعني لما يهودي كان بدي ينعت حتى يهودي يعني مرتد كان يقول له روح يا هرطوقي يعني بيقصد فيها السامري يا صاحب البدعة يلي مش عم تمشي على التقوس يعني أو شرائع شريعة التقصية فكان يهاجم وينعت بهذه الأسماء ولكن حتى أسماء أخطر يعني كان بناده السامري أسماء يمكن تسمعها بتستغرب تسمعها حتى هذه الأيام يا كافر يا خنزير وطبعا كان التعبير الأشهر سامري هي إكويفلنت هي يعني كلمة مرادفة لكلمة الشيطان أوليس عجبا قالوا هذه العبارة عن شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد قالوا له ألسنا حسنا قلنا أنك سامري وبك شيطان ولكن المسيح أحبائي أحب كل العالم أحب السامريين أحب الأمم أحب المرأة الكنعانية اللي أخرج الروح الشرير من طفلتها فالمسيح يحب الجميع على سواء بدون أي استثناء أغنياء وفقراء أقوياء وضعفاء رجال ونساء فالمسيح يحب الجميع